السلام عليكم و مرحبا بكم فصفة جديدة من قناة ماريا كويزين اليوم ان شاء الله سنقوم بكسرة رخسيس او رخسيس تعناس الشرق بطريقة بسيطة و بمقادير مضبوطة و سنقول لكم الفرق بينها وبين كسرة فطير نبدأ بسم الله اول حاجة عندي سميد يكون الرطب كامل ولا تقيق الرطب كامل لازم يكون الرطب كامل سوف نضيفه له الفارينة عندي البول اللي راح نكيل به هو البول تاع الشربة كما راكو تشوفو يعني هاد الكميه راح تطيلكم اربعة تاع الخبزات ندير ثلاث تلاتة ليبول ولا ثلاث كيلات كما راكو تشوفو بهاد الطريقة نضيف عليهم نص مغرف خميرة تاع الخبز المغرف اللي اهنا هادك تاع القهوة يعني قهوة حليب مش هادك صغيرة كامل عاني نمدي لكم هاد الديتاي بالنسبة للمبتادئات ونص مغرف خميرة تاع الحلوة والدور تاع الخميرة تاع الحلوة تخليها لنا تجي مقرمشة وتاني تجي خفيفة والدور تاع الخميرة تاع الخبز تاني تجي خفيفة للكسرة تاعنا نضيف عليها مغرف تاع السكر يعني في كل قرصة نضيف مغرف صغيرة تاع السكر بهاد طريقة نحرك كامل كيف كيف وراح نضيف عليهم نص بول تاع السكر او نص كيلة يعني الكيلة اللي تبدي بها كملي بها قدرتها لكم مقبل قدرتها لكم بالكاس هادك تديرزوش قرصات والخميرة في هادك الوصفة درناها ربع مغرف و الفرق بينها وبين كسرة فطير الكسرة فطير ما تتعجنش ولا ما تتدلكش علاش باش تقعد مبسة احنا يعني اللي نديرو كسرة فطير نتقهوه بها يعني نشربو بها قهوات على صباح ولا قهوات على العشية مي الكسرة رخسيس ولا رخصة ستتدلك علاش بسكو يكلو بها الماكلة يعني يكلو بها شربة مرقة عادية تتحط كما نحطو كسرة مطلوع ولا الخبز ولا هادك علاش ندلكوها كي تدلكوها تجيكم الطريقة من الداخل وتجيكم مقرمشة من الفوق و كي ما تدلكوهاش تجيكم شغول مقرمشة تجيكم كيل قاتو هاده هو الفرق بينتهم درت زوج مغارف مع مرين مليح تع الملح و عمرت كيلة تع الماء في غالب الاحيان تدلكم كيلة مع مره مليح تع الماء انا في هاد الحالة الكيلة تعي ما كنش عمرتها مليح يعني زد ضفت غير شوية هكا و نقعد نطم فيها بهاد الشكل يعني الماء قادرها هم مضبوطين جدا هكا و نقعد نطم فيها انا ضفت حوالي نص كيلة مي رح ندي منها غير شوية يعني رشيت غير شوية لو كان عمرت الكيلة تعي مليح كانت تكفيني و انتم مع لحظة بنوعية السميد ما يقتلكم غالب الاحيان تدي كيلة مع مره مليح بهاد الشكل شوفوا كيفاش القاوة متاح يجي وش راح ندير راح ندخلها داخل ساشي بهاد الشكل و نخليها عشرة دقايق بعد ما مرت لي عشرة دقايق نعاود نحل عليها و ندلكها بهاد الطريقة ما تدي الكوهاش بزا 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 غير قسمات و لي لكم ليس و كي تقرصوها ما رحش تجيكم شقة من الاطراف يعني هادا هو الطريقة الصحيحة للرخصيص و انتمنا اصحاب الشرق اللي معانا يعلقونا كاش مو لاحظات ولا بهاد الشكل و راح نقطعها اعلى اثنين و كل واحدة راح نقطعها اعلى اثنين خرجت لي يعني ربع خبزات لحجم التحهم يعني راهو كبير و راح نزيد نغطيهم للمرة تانية و نخليهم يريحوا حوالي خمس دقايق بعد ما مرت لي خمس دقايق شوفوا يعني تحسوهم ولو شوية طريين راح نبدأ نخدم بالوحدة شوفوا راح نعاود هكا يعني نعاود نعجنها هادا الخطوة لاش درتها حكا باش نضيز اكتيفي ولها الخميرة كامل اللي فيها حكا باش مجيناش خمرة هادك اللي الخميرة اللي ضفناها هادك يعني نسحقه باش تجينا طريا هادا ما كان ماشي باش تخمر لنا و بالنسبة للمالي ضفته ضفته عادي يعني بارد ما ماشي يدافي ولا ملحنة فيها ديرك تضيفوه بهاد الشكل و نجي نسويها كامل بيدي نسقمها كامل بيدي و تاني ملاحظة لازم نديروها رقيقة كامل هكا باش مجيكو مش خشينا بزاف بسكو راح تزيد تطلع في الطاجين هاد الشكل يعني طريقة جد بسيطة و راح نحطها في الطاجين هكا انا طيبت على طاجين تعطين و انتم اللي ما عندهاش لها الاختيار بالنسبة للنار تكون متوسطة و نجي نتقبها هكا كامل باش ما تبدليش يعني نبولات كي نشوف هات حمارة من التحت نعاود نقلبها بهاد الشكل و نقعد هكا بهاد الآدات و لا غير بيدكم تحركوها باش تطيب لكم كامل كيف كيف هاكا هنا سايرة هي طابت راح نحيها و نكمل باقي كامل بنفس الطريقة شوفوا كيف شججت ما شاء الله شوفوا يعني جت هيلة حمارة طابت لي هيلة راح نقطعها معاكم جيم قرم شامل فوق و من داخل الجيترية يعني مع شربة فريك في رمضان ما شاء الله و هذا هو شكل نهائي لوصفة اليوم اللي هي كسرة رخسيس و لا رخسس بمقادر مضبوطة غير بسميت جت ما شاء الله و في الاخر اذا اجبتكم الوصفة معليكم غدروا لي جام كومونتار تبرتجيوا الفيديو مع صحابكم و احبابكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد سلام تشتركوا في القناة وتفعلوا الجميع